أهلا بكم أصدقائي الأطفال سندرس اليوم معا كتابة رياضية للصف الثاني الابتدائي مع الأطفال الشطار الأشكال المستوية الأضلاع والرؤوس أصف الأشكال المستوية بحسب عدد أضلاعها ورؤوسها هنا لدي الظلع ولدي رأس ثلاث أضلاع وثلاث رؤوس عدد أضلاع المربع يساوي عدد رؤوسه لديه أربع أضلاع وأربع رؤوس أما في الدائرة فلا يوجد لا أضلاع ولا رؤوس أكتب عدد الأضلاع وعدد الرؤوس لدي هنا معين عدد أضلاعه أربعة وعدد رؤوسه أربعة أما هنا فلدي مثلث عدد أضلاعه ثلاثة وعدد رؤوسه ثلاثة وهنا لدي سداسي عدد أضلاعه ثلاثة وعدد رؤوسه ثلاثة أما هنا فلدي دائرة لديها صفر ظلع وصفر رأس لا يوجد لديها لا أضلاع ولا رؤوس أحاولت الأشكال التي تتفق مع الوصف أربع أضلاع وأربع رؤوس ثلاث أضلاع وثلاث رؤوس صفر ظلع وصفر رأس أكتب اسم الشكل ثم أذكر سفتين له الشكل الأول دائرة ليس لها رؤوس ليس لها أضلاع الشكل الثاني شبه منحرف له أربع رؤوس وأربع أضلاع أحسنتم يا شبه لقد كنتم رائعين حقا لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا لكي يصلكم كل جديد أيضا لا تنسوا أن تشاركوا فيديوهاتنا مع أهلكم وأصدقائكم لتعمل فائدة مع السلامة